اشتركوا في القناة والمقيمين التي ظهرت لهم نتيجة إيجابية من خلال الاختبار السريع بما يسهم في القضاء على هذه الجائحة من خلال تعزيز الجهود بمختلف المجالات فحص السريع طبعاً أي أحد يقدر يقوم فيه اللي هو سواء كان عنده أعراض أو ما عنده أعراض فلما تطلع النتيجة إيجابية أهم شيء هو يعزل نفسه حتى عن محيط أسرته يصور النتيجة الإيجابية اللي هي ملت الفحص السريع ويحط الجهاز جهاز الفحص السريع والنتيجة الإيجابية في كيس محكم الغلق مملكة البحرين افتتحت مراكز للفحص وفقاً للإرشادات والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للتعامل مع مختلف مراحل الفيروس لدينا حالياً مركزين لتأكيد نتيجة الفحص السريع الإيجابية لعمل فحص البي سي آر اللي هو مركز نادي راشد للفروسية ومركز الفحص في منطقة الساية في محافظة المحرك اللي هو بالقرب من مستشفى الملك حمد الجامعي هذا الموقع الثاني فأهم نقطة أنه هو يب معا جهاز الفحص في هذه المركز يتم تسخير كافة الطاقات والإمكانيات الهادفة إلى استمرار التصدي للفيروس وضمان سلامة وصحة كافة المواطنين والمقيمين بسواعد وطنية مخلصة من الطاقم الطبية والصحية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين